عندما يطول الانتظار ويشتد الألم يصبح التعايش مع الواقع أمرا محتما هذه قصة من آلاف القصص لأناس بسطة يتعذبون في صمت لنتابع من ولاية سعيدة حكاية أبن كان يعيش حياة طبيعية قبل أن يتعرض لحادث عمل غير حياته بالكامل كنت إنسان قدام في واحد مؤسسة تعبيناء وقال لي وطرفت أطراف كنت خدمت على المؤسسة وطرف كبير وقال لي هذا الذي يكسر العظام في الباصة أصبح في حالة عجز تام عن أي عمل يمكنه من جلب لقمة العيش لأولاده الصغار الذين ما زالوا بحاجة إليه يمكنه من جلب لقمة العملية والخدام لا تحشيش أنا طلبوا لي عملية روحت مع البريفي في تلمسان كيشاف الوضعيتاء وشفحت له هذين رادي كيموك تشوف بهم طلب لي قال لي أنت لعندك العملية تقام لك بخمسين مليون لديك بروتياز عندي زعمة لا أريد شيئا بندير بيها هذين بخمسين مليون ما عندي شيئا كما يقول لك هذه اليسرى مريحة ستين بالمئة بساعة ماء ليسرانية كما يقول لك ندمر بيها وهو الأمر الذي زاد من حجم معاناته ليجد نفسه مجبرا على عيش هذه الظروف القاسية التي فرضت عليه نطلب النداء المحسنين للناس حظ الخير يشوفوا فيها ويعاونوني يعاونوني يشوفوا لي وشوفوا الولاد يشوفوا الولاد كيما يقول لك بنا نخدم عليهم هذا ما نطلب لما نستطلب حاجة أخرى وخمسين منهم كيما يقول لك ما هايش حاجة كبيرة الناس المحسنين وصحاب الخير وديوا مسكرها طعي حفرة عايب وراها الشفاء القاعدة ممت سيدنا محمد يشوفها الكرة المنشاكوان ما يتفتشوا لا ما يقش الصحاب الخير يعاونوه لفضل براسيو هذا العملي هذا ما نطلبه طلب ربي يا من المحسنين يعاونوا باو هو الآن بحاجة إلى إجراء عملية جراحية تمكنه من المشي مجددا والعودة إلى حياته السابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر